يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَاتَّهَّرُوا وَإِن كُنتُمْ مَرْضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطَ أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيْبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْ ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون O you who have believed when you rise to perform prayer wash your faces and your forearms to the elbows and wipe over your heads and wash your feet to the ankles and if you are in a state of Janaba then purify yourselves but if you are ill or on a journey or one of you comes from the place of relieving himself or you have contacted women and do not find water then seek clean earth and wipe over your faces and hands with it Allah does not intend to make difficulty for you but he intends to purify you and complete his favor upon you that you may be grateful